أعلنت منظمة أكشن إيد الدولية أن هناك ارتفاعا في حالة الإجهاد بين النساء الحوامل في قطاع غزة وأضحت المنظمة أن هذا الارتفاع الذي أكده الأطباء العاملون في أحد أقسام الولادة الوحيدة العاملة في غزة يعود لنقص الغداء والضغط النفسي الناتج عن الخطر المستمر والنزوح الذي يؤثر سلبا على النساء الحوامل وأشارت إلى أن مستشفى العودة في مخيم النصيرات وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم حاليا خدمات الأمومة في وسط غزة فيما يزداد عدد النساء الحوامل الألوات يحضرن إلى المستشفى بسبب النزيف الحاد والمضاعفات الأخرى